طيب نروح بقى حضرات من أخبار النادي الأهلي إلى الصحافة الرياضية هنروح معكم على مقار جريدة الجمهورية موجودة حاليا هناك زمالتنا العزيزة نورهان طمان وحيكون لها كمان لقاء مع الأستاذ حسام الغرباوي النقد الرياضي وقراءة في أهم وأبرز الأخبار الرياضية في كافة الصحف والمواقع المختلفة صباح الفل عليك يا نورهان كل سنة وانت طيبة وتحياتنا لكي والضيفك العزيز أهلا بك تفضلي يا صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهوان وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان زي ما قلت يا كريم احنا هنا من مقر جريدة الجمهورية نتلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصدرة صباح اليوم وكمان معنا ناقد الرياضي حسام الغرباوي للتعليق على أخبارنا النهاردة وخلينا نروح لأول منشت معنا من جريدة الجمهورية أول تعليق من مدرب منتخب مصر للشباب على مواجهة الجزائر في نصف نهائي كأس العرب يمكن طبعا محمود جابر مدرب منتخب مصر للشباب علق بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي كأس العرب وكانت فرحة كبيرة جدا لجمهور الكرة المصرية بشكل عام قال أن العزيمة والإصرار داخل الملعب كانوا السبب في فوز فريقنا وكمان قال أن صعوبة مواجهة المغرب جاءت لأنه أول مرة منتخب مصر يواجه المغرب أو بعكس منتخب تونس والسعودية اللي يمكن منتخب مصر يواجهه من قبل وقال أنه على أتم استعداد إن شاء الله للمواجهة القادمة يوم الأربع أما من موقع كورة ففيتوريا يوجه رسالة لشباب مصر بعد الفوز على المغرب طبعا فيتوريا مدير الفني لمنتخب مصر الفريق الأول يمكن وجه رسالة لشباب منتخب مصر بعد الفوز على المغرب زي ما قلنا لكم عبر حسابه الرسمي في مواقع تواصل اجتماعي تويتر وقال أحسنتم يا شباب أداء رائع وإلى التحدي المقبل كمان معنا خبر من الأهرام عن محمد صلاح ونجمنا المصري لسه بيسطر التاريخ ولزال في الملاعب الأوروبية فخر العرب الحقيقي الدرع الخيرية يكمل عقد بطولات كلوب وصلاح طبعا يعني فوز ليفربول على منشستر سيتي وفوزه وحصوله على الدرع الخيرية بيكمل عقد نجاح نجمنا المصري محمد صلاح طبعا اللي سجل فيه المباراة وأيضا يورجين كلوب المدير الفني الألماني اللي بيسطر تاريخ حقيق كبير جدا مع الريدز كمان خلينا نقول لكم أنه معنا منشط أيضا من اليوم السابع عامة بقى ده يعني عن منتخب البسكت منتخب السلة اللي بيختتم استعداداته في معسكر اليوم لطبعا تصفيات كأس العالم يمكن كمان خلينا نقول لكم أنه التصفيات هتكون في تونس إن شاء الله الشهر الجاري ويمكن معسكر المنتخب المصري كان بدأ يوم الجمعة الماضي وللتعليق على أخبارنا زي ما نالكم معنا ناقد الرياضي حسام الغرباوي ناقد الرياضي بيجاريد جمهورية برحب حضرتك معنا عشارة قناة النادي الآن أهلا وسهلا صباح الخير منتخب مصر للشباب وشايفين أسماء جديدة يمكن ناس كثيرة يعني مش متابعاها ملهيين إحنا في الدوري العام ومنتخب مصر للكبار تعليق حضرتك على الأداء بشكل عام لمنتخب مصر للشباب في بطولة كأس العالم طبعا أنا بحييهم على الروح القتالية والرغبة الكبيرة في الفوز وهو ده اللي بان في مطش المغرب يعني إحنا ما كنم متأخرين بهدف ولكن نقدر نحاول التأخر بتقدم بهدفين مقابل هدف ده شيء يحسب لهم وهي ده الروح المعنوية أو الطاقة الكبيرة اللي إحنا محتاجينها أمام الجزائر المغرب الجزائر مش اختلف كتير عن المغرب وطالما احنا قدرنا نعوض الخسارة أمام المغرب إحنا إن شاء الله هنفوس في الجزائر يعني إحنا شوفنا أحمد حواش وصلاح الدين باشا قدروا أن هم يجيبوا هدفين وهم طبعا أسماء أول مرة نشوفها وإن شاء الله دولكم هيكونوا زخيرة الفراعنة الكبار بإذن الله في المرحلة القادمة وكابتن محمود جابري طبعا أنا مبسوط أنه هو بحاول يحفزهم بأنهم يكونوا يلعبوا بروح قتالية كبيرة وهو ده المطلوب على فكرة في المنتخبات وهو بيعكف طبعا حالين بدراسة الجزائر خاصاتنا قابلها قبل كده واللي يقدر يفوز على منتخب ما كانش شاف أو عارفه كويس ويتفوق عليه فطبعا ما يقابل الجزائر إن شاء الله بإذن الله يوم الأربع بإذن الله أكيد إن شاء الله هتكون فيه شكل تاني خالص بحيث إن إحنا عايزين نقرر بصراحة 2001 إن إحنا فوزنا بالمركز الثالث والبرونزية العالمية مع الكابتن شوق غريب وديرنا إن إحنا نفوز على براجوي من ضمن أفضل المتخبات على مستوى العالم وبعد برضو التفوق على هولندا فأما قابلنا براجوي قدر محمد اليماني في الشروط التاني إن هو يحرص هدف التقدم من حق البرونزية اللي تكتبت باسم مصر بعد معدنا سنوات طويلة وصلت إلى 19 عام مش قادرين إن حق ده لكن الحمد لله قدرنا نتفوق فده اللي هتدينا دفعة كبيرة جدا وإن شاء الله بعد كده على المستوى الإفريقي اللي نحن نستوى الإفريقي ست بطولات شاركنا بس في اتنين وكنا البطل في 97 وهو ده اللي احنا عايزين نرجع له تاني وأنا شايف بصراحة بدرة أمل كبيرة جدا إن المنتخب إن شاء الله هيحقق اللي احنا عايزين إن شاء الله ومن صلاح باشا لمحمد صلاح وواضح إن اسم صلاح هو أصبح تميمة الحظ لمنتخب مصر ولازال محمد صلاح بيقدم عروض فنية رائعة مع ليفربول وطبعا تجديد عقده والضجة اللي حصلت حواليها توقعاتك لليفربول هل يقدر يحقق دوري الموسم المقبل؟ طبعا إحنا شايفين الروح المعنوية الكبيرة اللي هم فيها شايفين التركيز كلوب بشكل كبير جميع اللاعبين محمد صلاح والمهاجم الجديد 24 عام اللي هو شارك فيه المباراة الأخيرة وقدروا إن هم ياخدوا الكاس لأول مرة بالنسبة لمحمد صلاح وإن أحرص هدف ولا أروع وبيتساوى مع أرسنال في عدد تتويجه إلى أن منشستر يونيتد محقق 21 مرة ولكن إحنا ليفربول بيتقدم بشكل كبير جدا بيحاول يحققه معه أبطال كبار أنا شايف أنه بإذن الله مع محمد صلاح عشان إن شاء الله محمد صلاح يفضل مستمر فأنا إن شاء الله متوقع يبقى الموسم الجديد يبقى قولي الغاية خاصة إن إن شاء الله محمد صلاح في زروة إمكانياته البدنية والفنية فإن شاء الله هيقود ليفربول للأفضل بإذن الله الموسم الجديد كلمة أخيرة بقى المنتخب السلة اللي بيختتم استعداداته طبعا اليوم طبعا كل التوفيق ليه إحنا طبعا عايزينه لأن هذه البطولة بيتأهل منها منتخبين مع أفضل مركز ثالث طبعا إحنا معانا جنوب السودان تونس كونغ ديمقراطية وفي منتخبين آخرين طبعا إن شاء الله كل التحية ليهم وكل ما يكون فيه اجتهاد ورغبة فيه الفوز إن شاء الله مصر قوية في البسكت وإن شاء الله تحقق دون بارك لهم بإذن الله أساس حسام الغرباوي النقد الرياضي بجريد الجمهورية بشكر حالك جدا شكرا يا فندم صباح الخير وده طبعا كان لقاءنا مع النقد الرياضي حسام الغرباوي النقد الرياضي بجريدة الجمهورية شكرا لكم جدا وعودة إلى الستوديو دهنا منشكور الجزير شكرا زمانيتنا العزيزة نورهان تمانا على هذه التخطية الصحفية المتميزة شكرا لك